تتوصل الدعاية الانتخابية في إيران بين المرشحين السبع الذين أجاز مجلس صيانة الدستور نزولهم المعترك الانتخابي ووافق على تنافسهم في الانتخابات التي ستجري في الثامن عشر من شهر حزيرة وأقصى المجلس الذي يشرف عليه المرشد خامنئي أكثر من خمسمائة شخص تقدموا للترشح في الانتخابات منهم العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي كانت تطمح في خوض الانتخابات ولم يتبقى سوى المحافظين السبع الموالين لخامنئي ومن بينهم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي وهو أبرزهم إقصاء تزامن مع انتقادات حادة للنظام الانتخابي الإيراني من قبل نشطاء حقوقيين إيرانيين ومحافظين أمريكيين باعتباره ليس حرا ولا نزيها الناشطون الإيرانيون دعوا إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على النظام السياسي الاستبدادي وسوء إدارة الحكومة للاقتصاد الذي أصابه الشلل بسبب العقوبات الأمريكية ووباء كورون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ردت بدورها على الاستبعاد الجماعي للمرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة بتصريحات لمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض قال فيها إنه يجب السماح للإيرانيين بممارسة حقهم في اختيار قادتهم والمشاركة بحرية في العملية السياسية من جهته انتقد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بشدة التصويت المقبلة في الانتخابات الإيرانية واصفا اختيار مرشحين غير مؤهلين للرئاسة بالظلم والعملية الانتخابية بالاحتيار مؤسسة هيريتج فونديشن انتقدت التناقض في تصريحاته ومواقف بايدن وإدارته فمن جهة يدعو لانتخابات إيرانية شفافة يدرك تماما أنها لن تكون كذلك يوما ومن جهة أخرى تدرك إدارة بايدن أن فوز أحد المرشحين الموالين لخامنئي في الانتخابات من المرجح أن يقوي الموقف التفاوضية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة وليس العكس وبغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات الشهر المقبل فإن القرار النهائي بشأن ما إذا كانت إيران ستستأنف الامتثال لالتزاماتها يقع على عاتق خامنئي الذي يسيطر على مجلس سيانة الدستور الذي يخطط بقراره الأخير لمنح المتشددين في إيران الهيمنة المطلقة على كل مقدرات البلاد وقراراتها